موسيقى لضمان تلبية حاجة الزبناء من الكهرباء وفرت الوكالة المستقلة ثلاث مراكز تسليم رئيسية إضافة إلى شبكة طلوها حوالي 1986 كم موزعة على ثمان جماعات ترابية وهي الجديدة أزمور سيدي علي بن حمدوش الحوزية مولاي عبدالله سيدي عبد وولاد رحمون وأمام الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية قامت الوكالة مؤخرا بتقوية مراكز التسليم بإضافة ثلاث محولات بقدرة 40 ميجا فولت أمبير وبناء وتجهيز خليتين مصفوفتين مما مكن الوكالة من الرفع من القدرة المنشأة من 160 إلى 260 ميجا فولت أمبير والرفع من القدرة المضمونة من 80 إلى 160 ميجا فولت أمبير وعدد خلايا الانطلاق من 40 إلى 68 وحدة ومن أجل الرفع من المردودية والتي حققت نسبة مشرفة تمثلت في 95.12% عملت الوكالة على تطوير آليات العمل بالاعتماد على نظام التحكم عن بعد الذي مكنها من الحد من الانخطاعات كما أن الوكالة تعمل باستمرار على تجديد وتقوية شبكة التوزيع المنخفض في إطار برنامج سنوي يعمل على استبدال الأحبال النحاسية بأحبال كهربائية مسلحة وملففة وذلك لضمان استمرارية وجودة توزيع الطيار الكهربائي كما أن فرق المداومة والتدخل الميداني اعتادت على التأهب ليل نهار للتدخل من أجل إصلاح الأعطاب العرضية والتي يمكن الاتصال بها عبر مصلحة الزبناء المداومة طيلة سبعة أيام ولمدة أربعة وعشرين ساعة على أربعة وعشرين من جهة أخرى فالوكالة المستقلة تحمل على عاتقها تحدي تعميم الربط بالكهرباء سيما بالأحياء والدواوير الناقسة التجهيز بل والعمل على إدماجها في إطار عمليات الربط الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر